موسيقى السلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته عزائنا المشاهدين إنما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرتنا الثالثة والأخيرة لهذا اليوم نستهلها كالمعتاد ببسم الله الرحمن الرحيم وإليكم أهم العنوين موسيقى رئيس الجمهورية يعود إلى البلاد بعد مشاركته في تنصيب رئيس الجمهورية الكونغو الديمقراطية موسيقى تنظيم مناصبة المكرسة حول الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النزاهة المالية برئاسة وزير الميزانية قوات الاحتلال تواصل قصفها العنيف على حي خانين الساة تلكم كانت مقدمة نشرح وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبتي أهلا بكم عاد فخامة رئيس الجمهورية سيد معلوم القيل إلى البلاد مساء أمس السبت عقب مشاركته في قمتين وقيمة في أوغندا قمة الإيقاد وقمة الدول لعدم الانحياز ومراسم التنصيب رئيس الجمهورية الكونغو الديمقراطية وخلال التواجد في أوغندا ترأس رئيس الجمهورية رئيس الحالي لهيئة الحكومية المعنية بالتنمية المعروفة باختصار الإيقاد ترأس أعمال القمة الاستثنائية للهيئة الإقليمية للتنمية وهيمن الصراع في السودان والتوترات الجديدة بين الصومال وإيثوبي على جدول أعمال قمة الإيقاد التي عقدت في عقب مذكرية التفاهم التي تم التواصل إليها بين الصومال وفي أوغندا شارك رئيس جيلي بعد ذلك في قمة الدول لعدم الهياز أما زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية شارك فخامة رئيس الجمهورية سيس معلوم القيل مراسم التنصيب الرئيس الكونغولي المعادي انتخابه شارك فخامة رئيس الجمهورية سيس معلوم القيل في العاصمة الكونغولية كينشاسا فعاليات ومراسم تنصيب الرئيس فليكس الرئيس الكونغولي المعادي انتخابه لهذا البلد صديق وقيمة مراسم تنصيب الرئيس فليكس في ملعب الشهداء في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية وقبل زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية شارك رئيس جيلي في قمتين مفاصلتين القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لإيقاد وقيمة دول عدم الإحياز والدول الإيقاد في كامبالا عاصمة اوغاندا وعقب ذلك شارك فخامة رئيس الجمهورية سيس معلوم القيل يوم عامس العشرين من يوناير الجاري في حفلي ومراسم تنصيب الرئيس فليكس إلى جانب العديد من رؤساء الدول الصديقة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ورؤساء الوفود ورافق رئيس الجمهورية جمهورية سيس معلوم القيل لكن شاصة وفد ومهم ضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيد محمود علي يوسف أقرب معاويني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة جبوت وضواحيها مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد لنواصل ما تبقى من هذه النشرة والآن تابعوا معنا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على جهود فخامة رئيس الجمهورية سيس معلوم القيل في استثباب الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي في لوحة الجدارية الزمنية الواسعة تظهر صورة آسرة حيث تكشف خيوض الطارق المتشابكة الفروق الدقيقة في حكاية ملحمية في وسط هذا النزيج تبرز شخصية إسماعي العمر القيل الاستثنائية التي يتخلر تأثيرها العميق الصفحات المعاصرة ولكن إذا قمنا بتقييم الوضع فبدأ من جارتنا الصومالية فقد غرقت في حالة من الفوضى غير المسبوقة الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة في عام 1991 ومن شأن الاشتباكات بين الجماعات المصلحة أن تؤدي إلى أزمة إنسانية ترمز إلى المجاعة التي تضرب البلاد بشكل مباشر وسوف تبذل جهود دولية لتقفيف المعاناة ولكن الصومال سيواصل النضال من أجل استعادة الاستقرار الدائم وفي عقاب ذلك اندلعت سراعات أخرى في نفس العقد في البلدان المجاورة مما أدى إلى تحطيم حياة الآلاف وجعل المنطقة في حالة من التوتر المستمر ولا تزال هذه الحروب قائمة مما يتطلب بذل جهود متواصلة لتعزيز العلاقات جيوتي على رغم من استقرارها ستواجه تحديات مرتبطة بموقعها الجيوس سياسي الدقيق وكانت العلاقات المتوترة في بعض الأحيان مع هؤلاء الجيران سببا في الحفاظ على اليقظة المستمرة في المنطقة مما يؤكد أهمية الدبلوماسية والإدارة المستنرة وستكون العواقب الإنسانية للنزاعات مدمرة مع نزوه أعداد كبيرة من السكان وظروف معيشية صعبة وخصائر مأساوية ومن الناعية الاقتصادية تم التحويل الموارد من مشاريع التنمية إلى حل الصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية لما أدى إلى يعاقة نمو شهدت أواقل التسعينيات تغييرات سياسية كبيرة حيث أدى التحول إلى حكومات أكثر انفتاحا إلى إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية وشهدت الصومال محاولات لتشكيل حكومات انتقالية مما يشير إلى آمال هشة في الاستقرار وعلى رغم من المعاناة ستظهر مبادرات لعادة بناء المنطقة التي مزقتها الحرب وسيتم مبذل الجهود الدبلوماسية لحل الصراعات المستمرة مما يمهد الطريق لإمكانية السلام والإزدهار وهكذا فقط ترك العقد المنتد من عام 1990 إلى عام 2001 نذوبا عميقة في القرن الإفريقي ولكنه شهد أيضا على قدرة شعوب المنطقة على السمود بشكل استثنائي وبينما يقرض المجتمع الدولي ورجل واحد في جهود إعادة العمال فإن القرن الإفريقي سوف يتطلع إلى المستقبل على أمل أن يجلب العقد القائم الاستقرار والرخاء لهذا الجزء الرائع من القارات الإفريقية تلبية لدعوة تقاها من نذيره الصيني توجه معالي رئيس مجلس النواب سيد ديليتا محمد ديليتا إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار زيادة رسمية تمتد حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري يوناير مغاية عقد لقوات مع السلطات السياسية في الصين ويرافق رئيس مجلس النواب سيد ديليتا محمد ديليتا وفد رفيع المستوى من مجلس النواب ولدى وصوله إلى الصين كان في استقباله عضوة في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمالية الصينية وخلال تواجده في الصين قام رئيس مجلس النواب سيد ديليتا محمد ديليتا بزيارات تفقدية لبعض المؤسسات العريقة في الصين وتلقى معلومات مفصلة حول هذه المؤسسات التي ساهمت في تنمية وتطور جمهورية الصين الشعبية وفي ختام هذه زيارة تم تبادل الهدايا بين الرئيس مجلس النواب والشخصيات الصينية الرفعة أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار اليوم رسميا مشروعا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جوتي ويلعب هذا المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع البنك الدولي وتنسقه وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار دورا حاسما في تعزيز نسيج الاقتصادي للبلاد يتضمن هذا المشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج استراتيجية مصممة خصيصا لرواد العمل تهدف هذه المشاريع إلى تحفيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات الصغيرة جدا وتشكل هذه المبادلات جزءا من رؤية أوصى للاقتصاد الرقمي في البلاد بما يوضح اقتصاد الحكومة بالنمو والالتزام الحكومة بالنمو والابتكار يتم تنفيذ المشروع في مركز الاقتصاد الرقمي والابتكار كلي ويتم وضعه كعادة أساسية لتحفيز النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد ومن خلال الدمج الحلول الرقمية تسعى إلى تصريع النمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية ويؤكد الاتعاد الأوروبي والبنك الدولي كشركاء عماليين على الأهمية يولي أهمية لهذه الاستراتيجية في السياق الإقليمي ومن خلال تركيز الجهود على المشروعات المتناهية الصغر تلتزم جهوتي بتعزيز إدماج الاقتصادي وقد حضر حفر الإطلاق شخصيات هامة من بينها سيدة مريم حمد علي ووزيرة اقتصاد الرقمي وسيد لاسموس الدوالي ووزير المالية والاقتصاد كما شارك في هذه الحادثة الهام ممثل البنك الدولي والصافير للاتحاد الأوروبي في جهوتي ولهي الحكومية الدولية المعنية بالترمية الإراد كما شارك العدود من رواد الأعمال الشباب الديناميكيون مما صلضوا الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات المانحة ومجتمع رواد الأعمال لإنجاح هذه المشاريع المهمة وفي كلمة لها في هذه المناسبة أوضحت وزيرة الاقتصاد الرقمي والابتكار سيدة مريم حمد علي بأهمية هذه المشاريع للشباب رواد الأعمال تزمت الحكومة في خلق بيئة ملائمة في النمو وتعزيز المؤسسات المتوسطة والصغيرة وذلك من خلال هذا المشروع وإن الهدف الأساسي من هذا المشروع يتمثل في برنامجين المتساويين وأن البرنامج الأول يتعلق حول تقريب الإدارة والمؤسسات لنشير إلى أهمية للحصول على معلومات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويجب علينا وضع منصة One Stop Shop تتضمن معلومات ملموسة وتهدف إلى مبادرة للمقاولين نافدة فريدة على الخط بدوره نوه معالي وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة سيد لأسموس الدوالة في كلمة له أن جيبوتي تلتزم بتعزيز الإدماج الاقتصادي والتنفير الفرصي ملموسة للواد العمال للشباب الجيبوتيين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد نطابع أن أكون هنا لأرى تطورات هذه المؤسسة والتي تعد مهمة للغاية لمستقبل جيبوتي كما يسرني أن نطلق صباح اليوم برنامج قد غير بعض التكوينات وذلك لتشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر في جمهورية جيبوتي وسوف أشدد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في أفريقيا حيث تمثل هذه المؤسسات أكثر من خمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وخاصة في الدول التي في طريق على التنمية وتمثل ثمانين في المئة من الأعمال سنويا وتحديدا في أفريقيا إلى فندق كامبيسكي بالاس برئاسة وزير الميزانية سيد عثمان إبراهيم الوبل نظمت وزارة الميزانية اليوم الأحد مناسبة مكرسة لتوعية المحاسبين العموميين تحت الشعار لإصلاحات لتعزيز النزاة المالية لدى المحاسبين ضم هذا الحدث الذي وقيم في فندق كامبيسكي هي المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى المؤسسات العامة والشركات ومناء الخزانة الإقليمية ومحترفين المحاسبة العامة وذلك بهدف خلق مناقشات بناءة في التحولات الأساسية في مجال إدارة المالية العامة وتأتي هذه المبادرة في إطار الإصلاحات المهمة التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزارة أو عبر وزارة الميزانية تماشيا ومواكبة مع القواعد الجديدة التي نص عليها قانون المالية لعام 2018 وكان الهدف الرئيسي من إقامة هذه المناسبة تقديم إرشادات واضحة وملموسة للمحاسبين العموميين ومناء الخزانة الإقليمية والوطنية من أجل تحصيل إدارة نفقات الدولة وتحصيل تحصيل الإيرادات الضريبية كما شارك في هذه المناسبة شخصيات رفعة المستوى من المالية العامة والخزانة الوطنية وشيدة هذه المناسبة أيضا حضور مذعوبين آخرين معنيين بإصلاحات تعزيز نزاهة المالية وترأس هذه المناسبة المكرسة لترعية المحاسبين العموميين وزير الميزانية سيد عثمان إبراهيم ربلي وذلك بغية تعزيز نظام المحاسب الوطنية لدى المحاسبين هدوى ألقى مدير المحاسب إهداء المحاسبين كلمة تطرق فيها إلى أهمية هذه المناسبة لتوعية المحاسبين العموميين في البلد من جانبه ألقى مدير المحاسبات العامة سيد إيها بن نديم السعاد كلمة ذكر في مسألها دورة ومسؤوليات المحاسبين العمومين في إدارة المالية العامة نطابعي أود أن أؤكد على الوضوح الضرار بالنزاهة في إدارة الأموال العامة ويسرني أن أشارككم معكم معلما آخر من الإصلاحات التي اتخذت من قبل الوزارة وذلك من مواصلتي معا بتنفيذها واليوم نجتمع مرة أخرى تحت رعاية وزارة الميزانية التي تمنح اهتماما بالغا في اتزامها من أجل ضمان نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية في مختلف الإدارات في الوزارة بغية أن نأتي بنتائج مرضية ومن المهم أن إدارة المحاسبة في مختلف هذه الهيكلة العامة هي مجرد شكلية إدارية إنها عنصر أساسي في النظام المالي والميزانية وأن المحاسبة العام هو يعد حارس موثيقيتها وشرعيتها وشفافيتها من جانبه شكر وزير الميزانية سيد عثمان إبراهيم رابلي في كلمة له المشاركين على تفانيهم وخدمتهم وحثهم على الالتزام الصاري بالإصلاحات المتعلقة بتعزيز النزاة المالية من طبعه من دواعي السرور والفخر والاعتزاز أن نلتقي اليوم مجددا في فندق كامبسكي الذي شهد منذ فترة وجهزة مناسبة إدلاق الميزانية العامة للدولة لسنة المالية 2024 ومن دواعي السرور والبهجة كذلك أن نلتقي بالمحاسبين وأمناء الخزانة الإغليميين والذين يشاركون في هذا اليوم بالأفكار والتبادلات حول موضوع الإصلاحات من أجل النزاة المالية إن هذا الحدث يكتسي همية كبرى ليس فقط بالنسبة لوزارة المالية بل للبلد بالرمته وبالتأكيد أسعدني كثيرا الحماس الذي أثاره هذا اللقاء نظرا للجودة العالية لمداخلات المتحدثين الذين تناولوا على منصة الكلام اتباعا لا شك في أن هذه اللحظة مهمة وهي ترمز إلى كل من التغيير واستمرار مسارنا الجماعي وبالمثل فإن التزامنا المشترك صادق من أجل إدارة مالية أكثر كفاءة وشفافية السيدات والسادة المحاسبون وأمناء الخزانة الغليميون أنتم الأوسياء على الصحة المالية لمؤسساتنا أنتم تجسدون النزاهة والشفافية والمسؤولية في إدارة الأموال العامة كما أنتم مهندس كفاءة الميزانية والمدافعون عن الضرائب العادلة وسفراء المواطنة المالية ومن ثم فإن دوركم حاسم لازدهار بلدنا إن المهام الملقاة على عاتقكم تتطلب المشاركة والمساءلة والإخلاص هو الصرامة المهنية فهي مبادئ أساسية لعمل المحاسب وواجب قانوني أيضا كما أن الإصلاحات المتبنى تجسد رؤية جزئية لمستقبل بلدنا فضلا عن كونها تشكل الأساس المتين الذي تقوم عليه التنمية الذاتية للبلد استنادا إلى مواردنا الخاصة التي تضمن الرفاه الجماعي للسكان وانطلاقا من ذلك أشجع كل واحد منكم على عدم الاستسلام في مواجهة التحديات التي تصادفنا وعليكم إظهار الشجاعة والتصميم في أداء الواجب لأنكم تتحملون مسؤولية الحفاظ على المحاسبة والنزاهة المالية والآن نتابع معا اتباعات بعض الشخصيات الرفعة المشاركة في هذه المناصبة لتوعية المحاسبين العموميين كنا في يوم توعية توعية للمحاسبين وهذا أمر مهم لأن في ضمن هذه التوعية التي حصل أنه كانت فيها لنا تذكيرات تذكيرات بعض الإجراءات التي نحن لازم نطبقها بعض الأحيان الإنسان ينسى يعني فيه أمر مهم أن يحصل أشياء مثل هذه وبعدين نرى أن الوزير ومن هو حوله دخل في عمل لمدة سنتين وهذه نتيجة عمل نتيجة عمل سنتين التي طلع منها ونأمل أن يكون في أشياء مثل هذه في المستقبل الذي يعني تعطينا من التوعية ومن الليش لأنه هنا كانت اتجاهات فيها معلومات للمحاسبين هذه أمور تساعد المحاسب وفي تصريح لمدير عامي قسم المحاسبة العامة تحدث عن الإصلاحات الجارية في وزارة الميزانية التي تهدف إلى تعزيز نزاة المالية وتعزيز الممارسات الجيدة في المحاسبة العامة لطبع في وزارة الميزانية أسير إثمان إبراهيم روبلي إن اجتماع اليوم يأتي عقب عملية طويلة استمرت منذ عامي وتضم بعد الإصلاحات الاستراتيجية بهدف إعادة بماني نفقات الدولة وتحسين الإيرادات وقد عقدنا اجتماعا استقبل معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية سيد مصطفى محمد محمود الصباح اليوم الأحد في مكتبه استقبل أعضاء الجمعية الجوتي لترمية العنشدة اللامنهجية في مجال الرياضيات المعروفة باختصار آدم ماتس بقيادة منسق الجمعية للمسابقات الرياضيات الرياضيات الدولية وجر اللقاء بحضور الأمين للوزارة سيد محمد عبدالله مهيوب ومفتشة العامة سيدة مونة إسماعيل عبدو ورئيس الجمعية الجوتي لتنمية العنشدة اللامنهجية في الرياضيات سيد محمد علي بيلي نظمت الجمعية الجوتي لتنمية العنشدة اللامنهجية في الرياضيات في الفترة من 11 إلى 18 من يوناير الجاري عام 2024 وبدعم الدورات التدريبية الثالثة في الرياضيات الأولمبية لفائدة طلاب المدارس الثانوية والإعدادية في العاصمة وفي المناطق الداخلية بهدف إعدادهم للمشاركة في المسابقات الدولية الرياضية وسيشارك طلاب أندية آذام ماتس هذا العام لأول مرة في مسابقتين دوليتين في مادة الرياضيات الأولمبية ومسابقتين الدوليتين أخريتين في البرمجة والتشفير تهدف هذه الجمعية إلى تعزيز ذوق ومهارسة الرياضيات لدى الشباب كما يتمثل الهدف التعليمي المتبع في تطوير روح البحث والاستقلالية لدى الشباب من خلال ممارسة الرياضيات الحية وأكد الوزير للجمعية تقديم كل دعم لازم حتى يتمكن الطلاب الأندية من تمثيل بلدهم في مختلف المسابقات الدولية في مادة الرياضيات وتلقى هؤلاء الطلاب معلومات مكثفة حول الرياضيات وفي مقابلة أجراها معه التليزون الوطني تضرق مسؤول هذه الجمعية الجمعية الوطنية لتعزيز الرياضيات لدى الطلاب وأشار أحدهم قائلا أنا عبد والسعيد مفتش في الرياضيات ونحن نتواجد هنا في إطار جمعية أدامات بدعم على مادة الرياضيات وقد قام بالعديد من الأنشطة وخاصة مع التلاميذ الجيدين في مدرسة الإعدادية ومنها بعض المسابقات في مجال الرياضيات وذلك من خلال جلسات تعليمية مختلفة في مجال التعليم الرياضيات بغية أن يتحصل الطلاب مستوهم في الرياضيات ومن خلال هذه التطبيقات سواء على مستوى المدرس الإعدادية اكتشف التلاميذ بعض المعلومات حتى يستفيد يوما في الجامعة لقد أتينا قبل عام لاحظنا تدورات على مستوى المدرس وهي نتائج إيجابية وقد ناقشنا مع بعض المدرسين التعديات وقد زرنا ثانيويتين في جبوتي أي ثانيويت الدولة وقد اجتمع مع أفضل الطلاب كما توجهنا إلى مدينة علي الصبيح وزرنا ثانيوية علي الصبيح وقد قدمنا بعض الجلسات كما زرنا إعدادية بالمغية وزير الدولة المكلف بالرياضة يزور مصانع الكرة بسياكلوت في باكستان بعد لقائه مع وزير التجارة الباكستاني قام وزير الدولة المكلف بالرياضة سيد حسن محمد كامل بزيارة تفاقدية إلى مصانع الكرات في هذه المدينة الكائنة في باكستان وتعد هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نسو مليون نسمة تقع عفوا شمال شرق باكستان وتلقى بعاصمة الكرة في العالم بسبب نشاطها التاريخي المرتبط بصناعة السلع الرياضية وتمدج 70% من الكرات في العالم هناك اطلع الوفد العملة الداخلية لكيفية تصنيع الكرات داخل هذا المصنع مع مرقبة كل خطوة من خطوات العاملية عن قربها وفي قلب هذه الزيارة اطيع الوفد الفرصة لتقييم جودة المواد المستخدمة في إنتاج الكرات وبالتالي التأكيد على الأمية التي تولي هذه الدولة للتميز في مجال الرياضي ومن خلال الاستكشاف أوجه التعازل بين البلدين توفر هذه زيارة أفاقا واعدة للشراكات المستقبلية في مجال الرياضة مع تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين الشقيقين جيبوتوا باكستان إلى الصحة الدولية أفادت تقارير إعلامية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات فجر اليوم الأحد بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس نتابع تقارير إعلامية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات فجر اليوم الأحد بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس جنوب قطاع غزة فيما تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام ومدهمة مدن بلدات ومخيمات الضفة الغربية ففي قطاع غزة قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وافى إن طائرات الجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى استشاد عدد من الفلسطينيين وإسابة العشرات وأوضحت مسادر طبية أن طائرات الجيش الحربية استهدفت حي الأمل غربي خان يونس جنوب قطاع ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإسابة العشرات بجروح كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة انتقد الزعماء الأفارقة إسرائيل بسبب هجومها العسكرية على قطاع غزة ودعوا إلى وقف طلاق النار في قمة حركة عدم الانحياز في أغندا الزعماء الأفارقة إسرائيل بسبب هجومها العسكرية على قطاع غزة ودعوا إلى وقف طلاق النار في قمة حركة عدم الانحياز في أغندا وكانت القضية الفلسطينية في قلب المناقشات خلال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز في كامبالا وتحدث دينيز فرانسيس رئيس الجمعية العامة المتحدة لصالح وقف إطلاق النار في قطاع غزة حث فخامة يوري كاجوتا موسفيني رئيس غاندا زعماء العالم على احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حقوق وحريات الأساسية لجميع الناس تأسست حركة عدم الانحياز في منتصف الحرب الباردة ويثاني أكبر مجموعة بلدان بعد المتحدة وترأسها حاليا غاندا وتضم 120 ممثلا ناقشوا لمدة خمسة أيام قضايا انعدام الأمن الغدائي وتغير المناه وقضايا الاقتصادية وأخيرا ذكرت منظمة اليونساف أن نحو عشرين ألف فلسطيني ولدوا تحت القصف في قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية نتابع منظمة يونساف اليوم الجمعة أن نحو عشرين ألف طفل ولدوا تحت قصف في قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على أراضي فلسطينية قبل أكثر من ثلاثة أشهر وقال المتحدث بإسم منظمة متحدة للطفولة يونساف في مؤتمر سحفي في جانف هذا يمثل طفلا يولد كل عشر طقائق في هذا الصراع الرهيب بعد عودتها من غزة التي كانت هدفا للقصف الإسرائيلي المتواصل روت عدة حالات تشهد على الوضع الكابوسي هناك بنسبة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات وأطفالهن الردع ودعت يونساف إلى اتخاذ الإجراءات الدولية فورية في مواجهة الوضع الذي لا يمكن للإنسانية أن تعتبره طبيعيا مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى الجزء الجنوبي من القطاع غزة وأن الوضع في الشمال أسوأ بلا حدود إلى هنا عزائنا للمشاهدين تنتهي نشراتنا الإخبارية نشكركم على حسن الإسقائي والمتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته